أكد محافظ البنك المركزي السعودي عدم وجود نية لدى البنك تغيير سياسة سعر الصرف وأن السعودية ستبقى على سعر صرف الريال مربوطاً عند ثلاثة دولارات وخمسة وسبعين سنت وأكد المحافظ في تصريحات صحفية أن وضع الريال مطمئن جداً محذر من أن البنك لن يسمح بالمضاربة فيه وأعلنت السعودية ميزانيتها العامة لسنة 2019 وأصفتها بأنها الأكبر في تاريخها بهدف دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وتوقعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تحقيق عجز بقيمة 35 مليار دولار وذلك للسنة السادسة على التوالي